وتستبعد مصادر نجفية مطلعة أمكانية تحقيق مصالحة بين زعيم التيار الصدري مقدد الصدر ورئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي فهناك تنافس سياسي بين التيار وحزب الدعوة الذي يرى الصدر أنه الأقرب إليه بحكم خروجه من رحم أسرته وقد يكون هذا بين أسباب الخلاف غير المعلن بين الصدر والمالكي ما يبرر فشل الوساطات للجمع بين الرجلين بمختلف المراحل وآخرها المهمة العصيرة لإسماعيل قاني وتقول المصادر أن محاولات اختزال الخلاف بصولة الفرسان التي قادها المالكي ضد التيار عام 2008 ليس دقيقا مضحين أن الصدر عارض تجديد الولاية الثانية للمالكي عام 2010 لكن ظروف تواجده في إيران وقت إذ غيرت المعادلة والأمر مختلف هذه الأيام مثلما سند وصول العباد إلى رئاسة الحكومة عام 2014 ورفض التحالف مع المالكي في 2018